اشتركوا في القناة على محبة وطاعة أن يجمعنا مع حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عنواننا في هذا اللقاء عن درس وعن كلمة بسيطة لكن لها أهمية ألا وهي التوحيد أولا يا أيها الموحد يا أيها الشاهد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الموحد ينفي عن الله الوالدة وينفي عن الله الولد وينفي عن الله الصاحبة الموحد ينفي عن الله شريك وينفي عن الله أي نظير الموحد لا يشبه الله بخلقه ولا يجعل الله شبيها تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا ودلت الدلالة على وحدنية الله تبارك وتعالى قال الله بنفسي وشهد الله بنفسي على نفسي قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الله بنفسي على نفسي قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال الله ذلكم الله ربكم الله ربكم خالقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والدعوة إلى التوحيد هي أول الدعوة وأول ما دعا إليه أهل الإسلام وأهل الأنبياء وأهل المرسلين قال الله وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأرسل الله معاذا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أول حاجة أن يوحدوا الله كما قال الحافظ أحمد حكم أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد أول حاجة أول حاجة أن نوحد الله أول حاجة أن نشهد أن لا إله إلا الله أول حاجة أن نقر بربوبيته وأن نقر بوحدانيته وأن نقر بألوهيته تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادتي قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأخذت العهود والموثيق على الأمم قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وأخذ الله عز وجل علينا ميثاق الضر ونحن في أصلاب أبينا آدم كما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا يعني بني آدم الله عز وجل ونحن في أصلاب آدم مسح الله تبارك وتعالى على ظهر آدم فجعل الله عز وجل في كل إنسان بين عينيه وبيصا من روش يعني أنت وانت وابنك وابن ابنك كل هؤلاء أتى الله بهم وكلمهم قبلا ليس بينه وبينه حجاب كلمهم وأخذ عليهم المفاق المفاق هو العاد تعالوا تشهدوا أن للا إله إلا الله تشهدوا بالوحدنية تشهدوا بالربوبية قالوا بلى شهدنا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة يعني ألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين تشهدت بوحدنياتي شهدت بربوبياتي سبحانه وتعالى ما بتصلش ليه ما بتزكيش ليه ما بتحجيش ليه ده أخذ عليك المصار واعترفت بوحدنياتي وبالوهياتي تبارك وتعالى طب أنت ما بتصلش ليه دي احنا في عالم الظر ربنا أخذ علينا أنه الإله أنه بالله وأقرنا بذلك طب لما لأنه وكره لما لأنه عظمه لما لأنه وحده لما نعصي لها نهارا جهارا لما نتعد على حدودي لما نرتكب المعاصي مع أننا أقرنا بوحدنياتي تبارك وتعالى الموحد ده ما يعصيش ربنا الموحد ده يخاف من الواحد يخاف من الإله إيه لا تعصي ربنا لا تجهر بمعصية الله ولا تختلي بمعصية الله يموحد عب عليك يموحد عب عليك لا تتجرع على الله لا تنظر للفواحش والمنكراء لا تنظر إلى المتسكعين والمتسكعات ربي اغفر زنبي وزنبي واستر عيبي وعيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا